اعلنت وزارة السياحة عن اطلاق خدمة جديدة ومجانية لركاب رحلات الترانزيت في مطار البحرين على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج وذكرت الوزارة انه يمكن للمسافرين الذين تتراوح مدة توقفهم في مطار البحرين من 5 ساعات إلى 24 ساعة من الاستفادة من جولة سياحية مجانية في المملكة والاستمتاع بمعالم البحرين والاماكن السياحية الشهيرة واكد الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيات البحرين للسياحة والمعارض ان فريق عمل متخصص في الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على اتم الجاهزية لتفعيل هذه الخدمة وضمان حصول المستفيدين منها على ما يفوق توقعاتهم في اطار تجربة سياحية مميزة وأوضح الدكتور قائدي أن المسافر المستخدم لمطار البحرين خلال الترانزيت سيحظى ببرنامج سياحي متكامل في حدود مدة الترانزيت لاستثمار وقته بما يجعله يحمل أفضل الانطباعات عن القطاع السياحي في مملكة البحرين اشتركوا في القناة